لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي وافداً جديداً على حياتنا بل استطاعت وخلال فترة قياسية أن تصبح جزءاً من حياتنا الواقعية ولها في معظم الأحيان الحصات الأكبر من روتين يومنا صباحاً ومساء ضمن العمل أو خلال الوقت المخصص للعائلة والتواصل الاجتماعي الحقيقي يأتي فيلم المعضلة الاجتماعية الذي أنتجته شركة نتفليكس ليعيد الجدل حول هذه الوسائل ويثير قلق مئات الألاف من المستخدمين حول مدى إدمان الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تحكمها به واستخدام بيانته ليكون هو المنتج والسلعة المحضرة للبيع لملايين الشركات من خلال تحليل تصرفاته ومدة مشاهدته وأتصاله بهذه المواقع واهتمامته ومع انتشار فيروس كورونا في العالم انتقلت حياة كثير ومنهم السوريون إلى أن تكون أونلاين التعليم والعمل عن بعد والتباعد الاجتماعي المرافق لتدابير منع انتشار الفيروس جعلت التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي حتميا خاصة البرامج التي توفر منصات للاجتماعات والتنصيق إضافة إلى أهمية محركات البحث جوجل مثلا في حياتنا اليومية حتى شاع مصطلح جوجلها حيث تشير البيانات إلى أن 90% من مستخدمي الانترنت يعتمدون جوجل مصدرا أساسيا للبحث والمعلومات فهل هؤلاء المستخدمون قادرون على حماية بياناتهم وخصوصية حياتهم وهل باستطاعتهم الحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية وصحاتهم النفسية وسط مغريات وسائل التواصل الاجتماعي والأهم كيف نجنب أنفسنا أن نكون منتجا مجانيا لهذه الشبكات